موسيقى السيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من عبد برد هذه الحلقة المسجلة نبحث فيها موضوع عودة الأسيرين المحررين هبا اللبدي وعبد الرحمن مرعي من سجون الاحتلال إلى أرض الوطن بعد سحب وشد مع حكومة الاحتلال انسجم فيها الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي ليكون الإفراج نتيجة لذلك نهاية الأسبوع المنصر المرعي واللبدي في هذا التقرير هبا اللبدي وعبد الرحمن مرعي فليتفضلوا إلى المنصر بدأت الرواية في العشرين من آب حين أقدمت سلطات الاحتلال على اعتقال الأردنية هبا اللبدي أثناء توجهها لحضور حفل زفاف في الضفة الغربية الاحتلال استخدم ضد هبا ذريعته المعتادة للتعسف والأسر وهي الاعتقال الإداري دون توجيه تهم واضحة لها ضمن تحقيق استمر لقرابة ثلاثين ساعة ولم يخلو من الشتم والتهديد والتعذيب النفسي لم تنتهي قصة الأسر هنا ففي الثاني من أيلول ألقى الاحتلال القبض على عبد الرحمن مرعي الذي توجه للضفة الغربية لغاية حضور حفل زفاف أيضا الاحتلال بدوره رد بمزاعم وجود علاقات لهبا وعبد الرحمن مع جهات خارجية يعتبرها الكيان منظمات إرهابية دون أن تتبنى المحكمة مع ذلك توجيه اتهام واضح لأي منهما في الرابع والعشرين من الشهر ذاته كان خيار معركة الأمعاء الخاوية قرارا بالنسبة لللبدي احتجاجا على ظروف الاعتقال اللا إنسانية والتهم غير الواضحة الاحتجاج الشعبي بدأ وأصبحت اللبدي ومرعي القضية الأولى على الساحة في أهميتها بالنسبة للمواطنين لتنتقل الأولوية أيضا لدى الحكومة ليضع كل ذلك العلاقات الأردنية مع الاحتلال على المحك مضى الوقت وبقيت معركة اللبدي ومرعي مشتعلة ليأتي السادس من تشرين الثاني موعد الانتصار وانكسار قيد السجان وليعود الأسيران إلى أرض الوطن باستقبال على شكل فرح وطني كانت آخر معالمه تنظيم حفل استقبال لهما في مجمع النقابات المهنية عاد ثمان وبقي آخرون حتى لا ننسى ونفاوض عليهم أين المتسلل الصهيوني الذي ألقي القبض عليه قبل أيام اليوم أرحب بالأسر المحررين هبا لبدي وعبد الرحمان مرعي أهلا بكم والحمد لله على سلامتكم وأهلا بكم في نبض البلد وفي رؤية شرفتونا بحضوركم اليوم وأيضا أرحب بالنائب خليل عطية وعضو مجلس النواب الذي تابع القضية منذ اليوم الأول سعادتك مساء الخياس في نبض البلد هبا نبدأ منك تعرفين بحالك شو بتعملي في حياتك بداية وتحكي لنا عن ظروف الاعتقال وحدث الاعتقال من قبل قوات الاحتلال أول شيء مبسوطة كثير أني معكم هنا اليوم على أرضي وبين جمهوري الحمد لله أنا عمري 32 سنة مخلصة محاسبة باكالوريوس محاسبة واشتغلت في دبي في بنك عدت أربع سنوات ورجعت في 2017 لأردن بالنسبة لظروف الاعتقال كانت ظروف قاسية جدا استخدموا فيها العنف النفسي والجسدي بشكل شديد كانت ساعات التحقيق طويلة جدا يعني من 9 صبح للخمس ونصف الفجر ما كان فيه نوم كان يعني يحاولوا قد ما يقدروا أنه عدم استقراري دايما مشبوحة على كرسي شبح لازم إيدي يكونوا مربطين وإجريي مربطين مش محقق واحد كانوا يدخلوا علي زي موج البحر يعني كانت كثير الظروف قاسية جدا بعد التحقيق واستعملوا عدة أساليب في التحقيق معاي وبعدين نقلوني على سجن دامون عند الأسيرات وكان لسه مطالع فيي يعني تهمة أو أي شيء أي قرار من المحكمة وقعدت عند الأسيرات 8 أيام الأسيرات الأمنيات في سجن الدامون بعدين لما تبلغت أنه تم حكمي تعسفي القرار الإداري كما تعلمون وقتها أنا أخذت القرار مباشرة أنه سأقوم بالإضراب عن الطعام فنقلوني إلى سن الجلمة اللي هو عزل زنزين عزل كمعاقبة على المضرب عن الطعام هبأ أنت بتحكي استخدوا معاي أساليب تعذيب نفسي وجسدي تعطينا أنت لا على التعذيب النفسي اللي تعرضتين التعذيب نفسي من خلال كلام خادش جدا للحياة العام من خلال الضغط النفسي علي من أهلي قالوا لي حطينا أمك حبسناها أختك أنت مش رح تطلع من عنا يعني كلام كتير كان يعني حاولوا يضغطوا عليك نفسيا عشان أنت ترهق نفسيا لدرجة أنك مستعد أنك تحكي أي شيء بس تخلص منهم وبالنسبة للتعذيب الجسدي كان يعني الرابط هذا تعذيب أنا بعتبره إيديك وإجريك من الصبح للليل يعني كانت تصير ساعة انتين بالليل أغمض عناي على الكرسي إيدي هيك أو أقع يقول لي ما في تغمضي أضل الخمسة يعني كعقاب ذك تضلك مفتحة عناكي يعني كانت كتير كتير رأي شي متعب يعني كنت ما أبكي منهم ما أخاف منهم بس أكتر شي كنت أبكي لما أتعب نفسيا أنه بدي أنام بدي أتحمم بدي يعني الأشياء الإنسانية دمشت شعري بدي يعني بدي أرتاح بس ست ساعات مش ضرورة ثمانية يعني الأبسط الأمور الإنسانية انحرمت منها لمدة 35 يوم شو كائن مطلوب منك تعترفي بشو؟ يعني أنت بتحكيري بحققه معاكي شو بدهم منك تحكي لا هو هلا أنا بدي أحكي لك إشي بصراحة أنا بالنسبة للتحقيق نفسه أخذت قرار أني ما بدي أحكي بمجريات التحقيق لأنه هي التحقيق كان عبارة عن كلياتها تهيئات ونسج خيال وخريف بس من عائلهم وبالنهاية ما وجهوا لي تهمة أنا ما عندي تهمة لما هم يأخدوني يعني ما اتهموني بإشي عن إيش كانوا يسألوك؟ كانوا يسألوني وين سافرتي؟ شو بتعملي في حياتك؟ إذا في حدا مثلا طلب منك تقوم بمهام بفلسطين يعني هاي الأسئلة وبيضلوا يعيدوا فيها ويزيدوا فيها همياك يتعترفي بإنك أنت مثلا بك تعملي بدي أعمل أي شي بضر بالأمن المنطقة بالفلسطين هذا اللي كان الاعتراك يطلبوه هذا اللي كان يضلهم يحققه معاك يدلوا يحققوا نعم طيب أنا رح أرجع لموضوع إضراب عن الطعام وراح أرجع لهاي التفاصيل لكن بدي أسمع روايتك عبد الرحمن والحمد لله سلامتك مرة ثانية الله يسمعك في الحمد مشكورة جهودكم روايتك إشي اللي صار معك أنت في اتنين تسعة تم اعتقالك ليش تم اعتقالك وكيف تم اعتقالك وهي أول مرة هيب أول مرة بتزوري أنت كنتي فلسطين لا أنا بنزل باستمرار تنزلي باستمرار عبد الرحمن الله يعطيك العافية في اللي حصل أنه يعني إحنا العائلة كاملة بتنزل بشكل اعتيادي على فلسطين قسم من الأقارب موجودين هناك وفي الامتداد الديمغرافي المعروف الشعب واحد إحنا فاللي حصل أني أنا أصلا كنت قبلها بسبوعين موجود هناك قبل اتنين تسعة بسبوعين كنت موجودين تقريبا لشي زي هيك وقته قبلها كمان كان فيه إنا وفاة واجب عزاء وكنا نازلين على عرس في اتنين تسعة كنت نازلين على عرس مئة بالمئة أنا والوالدة هسا كونه أنه أنا حر آملي فبشتغل بشكل مستقل يعني أنا كنت في المجال الصحي بشتغل في التأهيل الطبي في منظمات دولية ويعني حاليا أسست إلي عمل فحر الوقت يعني فكلما الوالدة في عندها مناسبة حاب شتاقت لأمها جدتي كنا ننزل وأنا برفقتها أكيد بأن الوالدة تكون براحتها في السفر فاللي حصل إنه بشكل وقفوني حصلت يعني إنه التوقيف هذا يصير تفضل بس من أن نسألك كم سؤال يعني أنا توقعت إنه بشوف ناس تتوقف قلت أوكي شيئتي هذه فأتوقفت وتفضل إيش الأسئلة فبقول لي ولا شي يعني إنت إيش من وين جاي ووين كنت وإيش تشتغل وأشياء من هالحكي فقل لي إنت عليك بلاغ يعني عليك معلومات إنك إنت خطير قلت له مثل كيف يعني أنا حب يعني أنا كنت جدا منفتح في الموضوع إنت عطيني اللي بدك إياه عطيني السؤال إيش الشبهة الموجودة إحنا واضحين فبقول لي لا والله أنت بدك تقول بهاي الطريقة وبعدين سحبونا لغرفة في الداخل تفضل وصار في نوع من التحقيق العنيف يعني إنه هو الصياح وتهديد والوالدة في الخارج يعني الوالدة ختموا لها تفضل يدخل يعني على العرص ومبارك يعني فإنه أنت بستعاد يا جماعة ما في شي حدا يقول ما في صاروا يحكوا كلام يعني من الشرق والغرب تعرف تشتيت وعبارة عن إرباك وضغط نفسي كبير جدا لمدة ساعات وبعدها لما قلت له يعني ينسأل أسألي طبيعية يعني أسألي مثلا زورت البلد الفلاني والله في حياتي أنا ما أسمعته ما أسمعت بإسمه يعني مثلا فلما شاف الموضوع زي هيك قطعوني ساعتين ما شفت حدا ولا شوي جاي جيش الاحتلال قوة عسكرية وتفضل على المعسكر معنا إيش يا جماعة شوفي خير أنا بدي أفهم التهمة وين في محامي بدي أبلغ سفارتنا ممكن ترجعوني على الأردن إذا فيه إشكال في وجودي هون ما بصير شاي التحركات قال لا أنت حقوقك تيجيك وسيمشي معنا بحاولوا أنهم يعني خلوك متعاون في البداية أنه خلص أمورك بسيطة ساعة ساعتين وإن شاء الله لأمورك كويسة وللأسف طالت الموضوع أنا طالت ما قدرت أوقف مع الوالدي إلا دقيقة طمنتها قلت لها بخير إحنا بس الأول ما توصله بديك تبلغ الجهات الرسمية وهذا اللي حصل بس لما انتقل ولدتك تابعت بتيجاه الضف الغربي تابعت وختموا لها بديك تدخلي بديك تعدي لجوه ودخلت يعني وهي كانت على أمل هم يقالولها يوم بكرة بيجي يعني ما في شيء فلما دخلت على صرنا نتنقل بشكل عنيف فيه شيء اسمه البوسطة يعني نتنقل فيها بعد ما أخذونا على المعسكر شكل فحص طبي شكلي كونه أنه أنا وقتها صار مني إجهاد في القلب بسبب يعني مرض السرطان السابقا اللي كنت عاني منه لكن الحمد لله إحنا بخير الحمد لله هو فعملوا فحص طبي إشكال يعني شكلي ما فيه ولا أي كان فحص حقيقي فقط أسئلة كواس شينير هيك أو كان بصير فبعدها صار فيه تنقل للمدة أيام من دون أي سؤال يودوك على زنزانة في مثلا منطقة في جنوب فلسطين ويتركوك فيها بعدين يخذوك في نص الليل في البوسطة هاي مشاوير طويلة بتكون اللي هي سيارة من حديد وفيها تكيف بارد وكلبشات وتغماي وهيك ونفس الملابس اللي أعزكم يعني الواحد تكون يعني متى زمنية طويلة كانت رحمة البوسطة تيجي عشر ساعات تيجي ممكن أكثر من هيك أقل من هيك بطلت ميز الوقت أنا الصراحة أنا أقول لك يا الصحيح أول مرة عالديت ثانية مرة وطلت ميز كنت مجهد مش نايم بعدين ما كانوا يسمحوا لك اتنام ملا؟ لا أنا ما كان حدا يقول يخذك بس كانت البوسطة مثلا الخض اللي بصير فيها القلق النفس اللي كان موجود إيش فيه أنا يعني كنت أدقى على الباب بدي تحقيق أنا ما تحقق معي للأسف تحقيق مباشر صاروا بعدين نزلوني على ما يعرف في شيء اسمه العصفير عندهم هذا يعني اتنورنا من الأسرة اللي هناك بأساليب التحقيق وسعدت القنصل لما شافنا وجهنا توجيهات قال لي انتبه على هاي الشغلة انت له هاي الشغلة هاي منيجيها إن شاء الله بس إنه رحنا على العصفير قعدت عندهم مرات إيان هذولا أسرة يدعون إنهم أسرة هم محققون يعني قسم كان الأسرة بتشوفهم وبعيشوا حياة الأسرة ولكن هم محققين بيظلهم يقعدوا معك ويسولفوا يعني احكي لي شو عندك يجروا لسانك في الحديث على وعسى يطولوا معك مئة بالمئة وكان فيه مشكلة إنهم تعرضوا لي بالعنف هم لما مثلا قلت لهم والله إحنا أنا جاي على الأردن إن شاء الله راجع البلد هناك وإن شاء الله مسألة ويتعدي إن شاء الله يعني سوء تفاهم بس إنهم يعني يتأكدوا اللي عندهم إشي يبدهم يفحصوا يفحصوا فبيصير العنف يعني معي بدكش تحكي أنت مدسوس علينا بهذه الطريقة وصارش في ضرب يعني فيها داخل السجون داخل في العصفير مئة 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 فمرتين هيك لمدة أربعة أيام آخر إشي اللي حصل كان وصل لحكي معهم يعني لمربع إنه أنت يعني كثير مهتم في قضية القدس وكان إلك نشاط يمكن في القدس أو إشي زي هيك فأنا كنت أكيد يعني إحنا القدس مقضيتنا في الأردن يعني إما هيش إشي مستعر منه فبس قلتوا إحنا يعني أنا عن جد كنت مقل في هذا ما ما إشي يعني إني أنا عملت إشي لا ولله إلا إشي نفتخر فيه فكان في طلعوني من عند الأصفير بعد الأربعة أيام هذا لأوين رحنا على عوفر السجن هناك كان في استقبالي سعادة القنصر وهو كان الموقف هذا اللي دائما بحب أحكيه وهو موقف يعني زي ما تقول أفلج صدري وهو يعتز في كل واحد فينا كان من بعيد ينادي علي بقول لي أنت طالع يا عبد الرحمن أبشر ما تحكي الهام بس شد حيلك لما دخلت عنده على الغرفة يكلمني قل لي يا عبد الرحمن دير بالك بعملوا هيك بعملوا هيك بعملوا هيك بعملوا وقلت لسيدي هيك الموضوع صار إش فيه قل لي والله هم بحاول يضغطوا في أشياء بيستخدموكم كورقة وخبرني عن وجود يعني هبة فقل لي بس أنت ما شاء الله عليك قد حالك بس إحنا جلال سيدنا جايك أنا بتوجيه منه أنه أنتوا تطلعوا وقلت له بيض الله وجهك قال لي والشارع مش مقصر متحرك وأن البلد كلها عشانكم مواقفة فأنا في هكا وقت صحيح أنه مرينا في صعوبات بعدها بس والله في وقتها عن جد أقول لك يعني أنه برد على قلبي قلت قلت آه طبعا طيب انتهت له فالإشي الأخير اللي حصل نزلنا الله يزاق نزلنا على المحكمة بعد اللقاء القنصل نزلنا على المحكمة اتفاجأت بأنه تهمتي أني أنا يعني أناهض إسرائيل في مظاهرات يعني في الأردن أنا أقول له هذه استجابة لجلالة سيدنا نحن ننزل على الشارع للقدس ما هوش يعني إشي وهذا طلع إرهاب والله ما إحنا داريين فإشي يعني هذا خطير أنا بالنسبي لي كان هذا اللي مرد يعني كانت التهمة أنك أنت بتنزل هذه أول حكي حكوه بعدين صاروا يغيروا في حكيهم لأنه يعني هم موقفهم ضعيف هناك يعني كانوا بحاولوا يمسوا يعني يحاولوا يعني يضغطوا يعني خلص ما نفعت هاي نشوف غيرها لأنه أبدا ما يعني المرافعة في المحاكم والجهود الدبلوماسية يعني ضايقتهم فصاروا ينتقلوا لمربعات أخرى بس نقطة أخيرة أنا بصراحة اللي ذائقني أكثر شيء أنه هذا التفكير الأعوج عندهم والهوس الغير منطقي والاعتقال الإداري اللي بيستخدم بطريقة غير مبررة هذا معرض إلو أي واحد بنزل إحنا يعني بتعرف عنا قديش إحنا كشعب أردني في إن الاتحام هناك وفي أيضا مزاورات ما شفقت أردني؟ أي إنسان بنزل 100% هاي شغلة مهمة جدا بس هم كانوا يدقوا هاي النقطة وهذا كان شيء مزعج يعني أنا بالنسبة لي يعني لما طلعت وشفت البلد كيف متحركة فهمت السبب لأنه الموضوع ما كان بيمثل شخصي ولا شخص كان فيه كرامة مست وأنتو أردنيين وواجبنا كأردنيين جميعنا أن نقف إلى جانبكم أبو حسين راح أسمع تعقيدك على ما سمعت بعد فاصل قصير فاصل ومن ثم نواصل بقوار نواصل حوارنا وضيفنا الكرام توقفت معك أبو حسين وأنت استماعت لرواية هبا وعبد الرحمن وكنت تابع القضية منذ اللحظة الأولى شو كانت التفاصيل اللي توصلنا وتوصلكم ممكن لم يرن عنها سابقاً في هذا الإطار في إطار للأمانة للأمانة وللتاريخ أنه الخارجي كانوا متابعين أول بأول يعني هذا لازم يعني أن نوضحه ونعطيه قيمته يعني وهو مفاجأة أنه يعني غرفة العمليات اللي كان رأسها سفيان لقضاء باتصال مباشر مع وزير الخارجية يعني أحد المرات يعني رح أقولها كان وزير الخارجية باجتماعه مع سيدنا مع بوتن بعت لي رسالة بخصوص الأسرة وهم في الاجتماع أنه شو اللي بصير والله قال لي أنا هيك هيك وإذا بدك بطلعك عليها يعرفت علي فكانوا للأمانة الخارجية بتابعين قضية أخوانا الأبطال هبا ومرعي متابعة حثيثة وعرفين كل إشي بصير يعني هذا يعني يجب أن يسجل بالشكر للخارجية الأردنية في متعبات الأسرة ولو شكر ابتداء يعني اللي هو لجلال السيدنا الله طول عمر اللي كان يعني متابع الأمور وهو يعني الحسم الأمر واللي لم يخضع للضغوطات التي مورست على الأردن والمقايضة يعني أنا برأيي أنه كان كل الهدف من هذه الموضوع يعني هم الأردنيين كانوا بدهم يساور بقضية الغمر والباكورة وأنا عرفت أن الإسرائيليين كانوا مشترطين الإفراج عنهم بتمديد تأجير الباكورة والغمر اللي إن شاء الله يوم الأتنين بنفرح بالباكورة والغمر وأهلنا وصحفييننا والخارجيين موجود غاضوا يعني المعلومات اللي عنده ممنوع والإسرائيل يدخلها بعد بكرة بعد بكرة بتصير ترجع للجسم الأردني لوطنها الأصلي وبالتالي يعني بكون الدبلوماسية الأردنية قد حققت إنجازاً رائعاً حقيقي يعني على الأرض الواقع بالدفاع عن مواطنيها هي هبى البطلة وعبد الرحمن البطل كسروا إرادة المحتل النازي والآن وصمودهم الأسطوري والإضراب عن الطعام وصمود أخي عبد الرحمن الآن هاي يوم بيننا نجحت الإدارة الإرادة الأردنية المتمثلة بموقف سيدنا والخارجية وغبت شعبنا هزم الشعب الأردني شعب محترم يعني الثنين شووا رأي عام عند الشعب الأردني بطريقة مش طبيعية هبوا وغبوا نصرتهم بهاشتاقات ومظاهرات وباب دار هوبا وباب دار عبد الرحمن بالخارجية يعني كنت كل الأسرة الأردنية كانوا حاضرين بالخارجية وصابقة غير طبيعية أنه بتزيل الخارجية باستقبل أهل الأسرة داخل المدرج بالخارجية بلتق معهم بسمع منهم وبألف لجنة منهم لمتابعة الأسرة هذا شيء جديد بالدولة الأردنية وبعدين يعني للأمانة أنا كنت خايف ومرتعب أنه هدوما يطلعوا وأنه الإسرائيلي حققوا التمديد بعدين نطلعوا هدول ولكن شكراً للإرادة الأردنية متمثلة بجلالة سيدنا شكراً لأجهزتنا الأمنية اللي كانت تتابع كل الأمر مع الصهاينة والحمد لله رب العالمين هبا وعبد الرحمن الأبطال الآن بيننا الحمد لله رب العالمين الحمد لله طيب هبا بدي أرجع لك وأنا بدي أرجع لك في عدة قضايا أول إشي متى أبلغته من خارجية لأنه عبد الرحمن كان واضح أبلغ والدته حال معرفته بأنه سيتم اعتقال وأنه جماعة الخير بلغوا السلطات الأردنية كان فيه سؤال متى أبلغ ذو هبا لبدي الخارجية الخارجية بأنه تم توقيفك واعتقالك من قبل الاحتلال وبدي أعجي كمان لشوي تفاصيل في موضوع الإضراب عن الطعام في الأولى متى بلغتوا للخارجية أنا اللي عرحته أنا كنت ممنوعة أشوف أهلي ثالث يوم من التحقيق إجاني زارني القنصل الأردني رعت الفواعير وبوجه له يعني شكر كتير كتير كبير لأنه هو يعني شال تقريبا كل الحمل يعني أنا كنت ممنوعة ثالث يوم اعتقال ثالث يوم اعتقال نعم شوف عندلي في متابعة قويم الخارجية بس لا بس أمي بلغت الخارجية تاني يوم تاني يوم مباشرة بلغت الخارجية أنه هبا تم اعتقالها وثالث يوم إجاني القنصل المباشرة على التحقيق كان موجود شو قال لي قال لي ما تقلقيش أهلك بخير والمحامي أنت ممنوعة منه وكان هو صلة الوصل بيني وبين أمي وأهلي وبيني وبيني المحامي يعني الدور اللي لعبوا راعد الفواعير يعني يستحق عليه يعني الفاعوري يعني يستحق عليه عن جد شكر يعني مش عارف أنت قديش عن جد طيب أجر الموضوع معلش أنا بدي أسألك أسئلة لكن هاي أسئلة تدور اليوم في الشارع والناس بسألوا عنها وحبين يعرفوا عنها التفاصيل اليوم أنت أضربت عن الطام نعم البعض بيقول قديش كان أضربك أربعين يوم استمر تلاتة واربعين يوم قديش كان وزنك؟ كان ستة وثمانية كان ستة وثمانية قديش وزنك اليوم؟ اليوم خمس وستين خمس وستين؟ يعني تقريبا 21-22 كيلو نزلت طيب لما أنت وصلت على المدينة الطبية وأجروا لك الفحوصات الطبية اللازمة شو كان التنسي شو كان توجيه الطبية أنا لما طلعوني الاحتلال كان السكر عندي 30 الأملاح نازل البوتاسيوم نازل يعني يعني الحمد لله الحمد لله بإحاذ من جلالة الملك يعني الطاقم الطبي من المدينة الطبية وهن بتوجه بشكر كتير كبير لجلالة الملك كل الطاقم الطبي اللي استلمني يعني من أول ما استلموني من الجسر حطوا لي سكر انصدموا من حطوا لي أملاح قالوا لي البوتاسيوم نازل بلشوا يحطوا لي حسيت الروح بترجع لجسمي يعني كان الإشي كتير كتير منيح التقرير كان كل الأملاح مصفة يا عندي يعني كل إشي واصل تحت الحد الفيتامينات الأملاح يعني هاي ديفينشين كتير عالي الفوتاسيوم هذا اللي بيشغل واحد من اللي بيشغله عضلة القلب برضو نازل عندي وهذا بشكل خطر على حياتي يعني يعني كانت الوضع يعني مش مش جيد جدا حكوا لي أنه اللي بدكتورد تراجعين بكرة عندي مراجعة بكرة عندك مراجعة بكرة بالمدينة الطبية بس الطاقم الطبي فحصني العضلات تخطيط القلب الفيتامينات يعني أنت كنت دائما تحط إيدك على حتى يعني هلأ وأنا بحكي يعني ببذل مجهود صعب كتير إني أحكي يعني يعني القلب يعني عندي بصير يعني ضغ تنفس وبقدرش إني أحكي كتير يعني بيوجع سلامتك مبارح برضو ما قدريس تكمل حكي آه لما أشبع حالي بمجهر معنا القبيات لما كنا معاكي تعباته تعباته وما قدرت أكمل الكلمة للأسف يعني بس أنت شو الإضراب أضربت إضراب كلي عن الطعام أضربت إضراب كلي عن الطعام فقط أول 14 يوم بس مي بيسمحولي عشان يكسروا الإرادتي بعد 14 يوم بالقانون عندهم إنه بيسمحوا يدخلوا لي ملح نص ماء على الصبح نص ماء على قبل مساء مع مي طبعا أد ما بدك بس طبعا مي من الحنفية بتكون مش ميت صحة وايك وبعدين بصروا دخلوا لك ملح ضليت لمدة 43 يوم مي وملح وكانوا يعطوني مرات كنت أخذ بوتاسيوم بس مش دايما لأنه كان ما يعطوني أحبوب شرب وطعمه كتير صعب وآخر فترة كنت أخذه بس آخر فترة صار عندي مشاكل في البلع وطلت قدر إني أخذه فطلبت نهيتي إضرابك بعد معرفتي إنه سيتم الإفراج عنك لما إيجا عندي نائب السفير محمد إحمد محمد إحمد إيجا عندي وقالي هيبه مبروك وزير الخارجية بقولك بإيهاز من جلالة الملك الأربعة والخميس أنت طالعة ووقتها فكت كان أي يوم هذا بتعرفي أي يوم يوم الاثنين يوم الاثنين لا حد الاثنين اثنين للمساء الساعة ستة للمساء اثنين مساء فكت إضرابك يوم الاثنين مساء بناء على أنه خلص بإيهاز من جلالة الملك نحل الموضوع أنت اليوم المدينة الطبية سمحولي تتناول الأغذية والأطعمة لا إجت إجت خبيري التغذية من المدينة الطبية لأنه أنا لمدة فترة طويلة إلى 43 يوم هلأ أنا لمدة ثلاث أسابيع فقط مية اثنين لتر شوربة بدون لا خضار ولا شيء وهذا الأول أول خمس أيام بعد خمس أيام بدي أصير أعمل بطاطا مهروسة أضيفها عليهم وبظل هيك ثلاث أسابيع بعدين تصير شوي شوي أدخل مثلا كوسة شوي بس برضو مهروس يعني زل الأطفال أشياء هيك بس المدينة الطبية جابوا خبيري التغذية وهي اللي أتشرف على عودتك لتناول الطعام كل الشكر لأي لهم طيب أنا عبد الرحمن دائماً بيجي سؤال اليوم أنت قلت إحنا دائماً بننزل ونروح ونرجع واليوم في سؤال أنت بتقدر ترجع تنزل كمان مرة ولا كان أثناء التحقيق في الإفراج عنكم كان في شروط لما أفرجوا عنكم كيف إيجاك خبر الإفراج أولاً ولما أفرجوا عنه هل كان في أي شرط عليك ممنوع ترجع ممنوع تحكي في موضوع التحقيق ممنوع تحكي تفاصيل ما حدث معك هل كان في أي شروط عليك كان في صفقات بترحوها محامين في أنه في فرص للإبعاد والترحيل ومن هذا الكلام محامين مين محامين طبعاً هذه واحدة من الإشكالات اللي بتصير في داخل السجون محامي يدعي أنه محامي يكون هو يعني محقق في الحقيقة فعلى مقابل أنك أنت تعطيهم اعتراف بالشيء فأنت بتترحل أو شيء زي هيك فهذا كلام كان مغلوط تماماً سعادة الكنصة وقل لي ولا إشي ولا منطل ولا منطي مقابل في إشي لا الغمر لا البقورة ولا ترحيلك أنت طالع لأنك تستحق الحرية هم عرضوا عليك العرض اللي صار حسب يعني حسب سياسات تحقيق داخل سجون الاحتلال اللي بصير هذا من طرف محامي اللي هو بيكون محقق في الحقيقة هذا عرض يعني بصير يعني خلينا نقول يعني عرضوا عليك الابعاد طبيعي بيكون في شيء من هذا الحكي هي خدعة ليست عرض رسمي أصلاً بس يقول أن الحكي طلع فصار يعني أنه صار في حكي زي هيك كله خدعة يعني إذا بدك تنتهي بنبعدك عن الفلسطين هو بتنفسه الكذب طبعاً هو هذا كلام بس فقط لأنه أنت بس يأملك في شيء أنه بدك تطلع فبتحكي اللي بده إياه يعني فاللي بدأ قوله أنه لا لما كان يوم الثلاثة الماضي وصلني القنصل في زيارة زيارته الأخيرة وقال لي أنتوا إن شاء الله قبل نهاية الأسبوع طالعين طبعاً كنا إحنا في داخل السجون نشوف عن طريق التلفزيون في مسموح بعض القنوات العبريين نشاهدها فيه الشباب كانوا يترجمون أنه في حركة خارج يعني خارج يعني وسياسات بين الأردن وإسرائيل في ما يخص الأسيرين الأردنيين فعلى موصل للموضوع زي هيك كنت بحس أنه في أخبار ممكن توصلنا إن شاء الله خير وكلنا متأكدي من أول يوم طالعين بس هي مسألة وقت يعني حتى ساعة القنصل قل لي يعني ما تتخيل قديش الجهود اللي انبذلت عنا يعني كل البلد ما فيهم بدايتهم القاعد الشعبي اللي تحركت وكانت الرافعة للقرار وكل الأجهز اللي تحرك يعني كل الطاقم الدبلوماسي وكذا فبقول لي إحنا أخذنا وقتنا وعليش وصار هذا التأخير لأنه في ضغوطات قل الله أنتو طالعين والحمد لله صار الموضوع بلغني الثلاثة ظهرا طبعا هم من حد ما بلغني رجعت فقالوا لي يلا اطلع بنا روحك ويبتوصل باب السجن بيرجعوك بيكسروا نفسيتك هيك الاحتلال كم مرة ودوك على باب السجن مرتين يمكن وثالثة الرابعة كنت طالع أنا كنت صباح الأربعة صبحوني الصبح صبح بدري على الفجر يعني بعد الفجر بشوي طلعنا فأنا كنت متوقع أنا طالع وراجع والله الحمد لله صار الفرج هم عملوا إجراءات طويلة يعني نزلوني تحت في الزنزانة لفترة طويلة وبعدين عبام تحرك ويعني مش فترة هي شوف صراحة فيه مشكلة في الوقت تصير عند الأسير عنه الساعة بحسبها يوم يعني فما بعرف المد اللي قعدت فالصراحة فلينا نكون دقيق ولكن الحمد لله وصلنا الجسر وشوفنا النشامة وكان في استقبال حافل وهناك في الجسر أكدوا لنا يعني حتى القنصر عفوا نسور يوم الثلاثة كان هو أحد أهم من النقاط اللي قال لي ياها ملفك اللغة أنت بترجع في أي وقت ما عليك أي قيد ما في أي شرط وهذا اللي أكدوا لنا على الجسر قالوا موضوعكم يعني أنتوا بترجعوا في أي وقت يعني ورح ترجع إن شاء الله بنرجع وهو هذا التحدي يعني وإنت ليش لا مش بحكي بقوله إنت يعني إحنا ليش عفوا نسوري إنه يعني أرضنا شو أرضنا بنرجع يعني ليش نفكر بتفكيرهم إنه هم مثلا يعني واحد من الأشياء اللي قالتلي من الاستخبارات قال لي هاي قرص الدم ما نشوف أكون آه قالوا لك إياه يعني حكوا كتير أشياء فلا مش هم اللي بيقرر أتناء خروجك مش هم اللي بيقرر في آخر آخر أي يوم لما بدقول لي أربع مرات ودوك على الباب ورجعوك صار معك حكي مختلف لا ليش رداك وليش رجعك سألتهم جوابوك لا لا هو بيكون إذا بدهم يحكوا بيشتموا السجانين بقول عنهم ناهيك إنه كان فيه نوع من الإساءة بشكل دائم ما حيطلعك اللي جاك هذا بيحكوا عن ساعة القنصل نفكر إنه الشارع بفيدك إحنا محاجزين غيرك كثير أردنيين بهذا الحكيم فكان نوع من كسر النفسية بس هو شف وما صار مع التحقيق قبل خروجك بعد خروجك أبدا نعم ما صار حصل أبدا حتى يعني الحمد لله كان تأكيد حتى الإلام العبري لعب على أشياء خطيرة جدا يعني منها بدهم يطلعوا ببيض الوجه مع شعبهم فإنه بقولوا إنه هذولا بنسلمهم للأمن الأردني وكذا وساعة السفير قال لا أبدا أنتوا بتنزلوا على البيت يعني يصور كل الأردنيين فينا زمان ما سمعنا إشي يعني بهذا القوة جميل جميل جدا والحمد لله على سلامتكم وعلى أثناء ونعرف أنه حروفكم كانت صعبة ونذخر عليكم اليوم في هذا لأعطيكم الصحة إن شاء الله أبو حسين رح أسألك بعد الفاصل الربط بين البقورة والغمر والإبعاد وما إلى ذلك كل هذا لماذا يعمل حتى يعني هذول أسرى في السجون ما رح يغيروا ورح يبدلوا شيء أسروهم دون حق ولكن أيضا التلويح بالبقورة والغمر اللي رح تعود للسيادة المتحدة وما غدا بعد الفاصل نستمع لإجابة النائب خير نواصل حوارنا وضيفنا الكرام أبو حسين سعادتك مهندس خليل قلنا قبل الفاصل البقورة والرب بين البقورة والغمراء والأسر الأردنيين في سجون الاعتلال وهذا يعني موضوع لن يحلم به أحد الأثنين أسرانا عننا أسرانا عننا ولا يازل المحررين عننا الأبطال عننا إن شاء الله كل أبطالنا إن شاء الله في 21 واحد برضو للساهم الآن محتجزين هذول لننساهم يعني هم أحيوا فعلا الثنين هبا وعبد الرحمن أحيوا قضية الأسرى الأردنيين والمعتقرين والمحكومين الموجودون في السجون الإسرائيلية وعنا هبا من الله جاءنا واحد إسرائيلي تسلل إلى أرضنا يقالوا أنه مسلح يقال أنا ما عنديش معلومات والآن محجوز عننا هذا أنا بقول كل من يفرج عنه هو مخالف كل الثوابت الأردنية لا يجوز أن يفرج عنه هذا الأسير الصهيوني معلوماتك أنه كان مسلح؟ جاتني معلومة اليوم أنه كان مسلح بعرفش هذا أنا نثق في أمنا نثق في أجلسنا الأمنية نثق في حكومتنا في هذا الموضوع بالذات أنه تتعامل في معاملة ترضي الله أولا ترضي ضمير شعبنا أنه 21 معتقل ومحجوز ومحكوم في الزجول الإسرائيلية بدنا إياه رجعوا أولادنا هذا واحد اقباله بتذكر أنه جندي رفاة جندي تم تبديله ب500 أسير وأنا حين فرصة الآن أن نبدل الـ 21 بهذا الأسير الصهيوني ولكن يعني في قدال أيام ما إحنا متابعتنا للأبطال مع الخارجية أنه عرفنا أنه الإسرائيليين أنه بنفرج عنهم ولكن جددوا البقرة والغمورة البقرة والغمر كان هناك يعني شوف رد وزير الخارجية في الموضوع أبو حسين ما في مساومة مع الموضوع هيك وقلي أبو حسين ما في مساومة إحنا لا نساوم البقورة والغمر في الأسرة هدول ما عليهم إشي هدول يجب أن يطلعوا ويعني فعلا أنك ترفع عربي تعنقر أنه كان فعلا الموقف الرسمي الأردني موقف محترام يعبر عن ضمير الشعب الأردني كنت تابع أيضا مع النائب أحمد الطيبي القضية اللي كان يتابعها أيضا وعرب الداخل تابعهم يا بي ما أرواحهم يا رجل أنا بعتولي فيديو أول شي أنا لألفت لجنة المحامين من حنال الخطيب ورسلان للعلم الأمانة وللأمانة أن الخارجي اللي وكلت لك إياه وكان متطوع عنها كل المحامين اللي تابعوا الأبطال من عربي الثمانية وأربعين أخوانا الفلسطينيين الفلسطينيين في فلسطين التاريخية هم اللي تابعوا الأربع تطوعا تطوعا بدون مقابل بدون مقابل اللي هم رسلان محاجنة اللي هو أول واحد انضم اللي هم حنال الخطيب والسعدي وخالد ابن رسلان اللي كانوا متابعين وهدولا متطوعين كان لي الشرف أني أنا ألفت هذه اللجنة الحكومة بالخارجية كانت جابها يا رسلان وأنا جبت المحامين الثانيين متطوعين كانوا يعني فعلا مشكورين أخوي أحمد الطيبي يعني الزميل الصديق أحمد الطيبي كان متابع معنا وبرضو للأمانة في نائب محمد بركي كان له جهود طيبة وقاد اعتصامات أمام السجن ويعني حتى أحمد الطيبي أثار قضيتهم بالكنيسة الإسرائيلي وراح زار هبة أتوقع كان زيارته كان إلى تأثير كويس عندك ولم يتمكن طرب زيارة عبد الرحمن ولكن ما طلوا فيها والحمد لله نطلع طلع يعني أجمل إشي كان فتيات أفعات فلسطينيات زاروا وهي بالمستشفى وبعتول الفيديو أن الحرية لهبها الحرية لهبها يعني ما أرواحها يعني إشي كان رائع جدا وقف أهلنا في فلسطين معهم والاعتصامات اللي صارت والمظاهرات حتى من يهود كانوا وقفين باب السجن تضامنا مع هبها وعبد الرحمن طيب يعني لأمان وأنا بقول لك برضو أعطي أهل سر يعني حنا يعني كنا بأي طريق يعني كانت تبدل الخارجي بأي طريق فيه كرامة يعني كنا خايفين على هبها كثير وكانت الخارجين يعني مستهائين من التصرفات الإسرائيلية تحليلا في فترة الإضراب عن الطعام فترة الإضراب عن الطعام حتى يعني كانوا فيه لهم طلب الإسرائيليين أول مرة بدأقولوا أنه بنطلعها صارت أنه ما ترجعش وصلنا أنه من أبلغ بذلك؟ أبلغت خارجيتنا في هذا الموضوع تخرج دون عودة دون عودة كنا مستعدين ونقبل في هذا الموضوع وتم إبلاغهم ولكن الحمد لله صمودها وصموده والإرادة الأردنية الفلسطينية وجهود جيدنا ومخابراتنا كلها أجمعت الحمد لله وكشتغلت في خط ليقليت هاي هبا وعبد الرحمن بيننا طيب هبا منعوك في عليك أي شروط كان بعد أنفراج عنك ما عندك أي شرط طيب أنا بدي أسألك كويس أنا بدي أسألك أسئلة ممكن اليوم موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي عم بسألوا وإحنا سألنا في موضوع ضرابك عن الطعام وعرفنا شوية تفاصيل إضافية مهمة بالنسبة للشارع لكن بدي أسألك عن اللبس الأصفر كنت لابسة أصفر لما دخلتي من الأردنية لما عدتي للأردن أول مرة وأمس في النقابات كنت لابسة أصفر والبعض رابط ذلك بانتمائك لحزب الله لبناني هل هذا صحيح؟ لا أكد لا طبعا لا أنا أول إشي بنتمي لله وبنتمي لجلالة الملك وبتشكره كتير وبنتمي للأردن وفلسطين معا وبحترم أي شخص أو أي إنسان بحرر أرضه فقط لغير طب إنتي أما لا عندي الأصفر منين الأصفر الأصفر اللي لبست هاي الصور اللي لبسني نعم اللي لبسني يا الأصفر مبارح أختي هاي اللي لبسة جابتها من إيطاليا وهي اللي أعلت لي لبسيها لأنها كتير حلوة ولبستها يعني هل هي لا قبل أنا بشار الله لأنها ناس بقولوا هادر بتدافع عنها هادر بتدافع عنها أنا برجع بحكي لك وما رح أرجع أكرر الحكي مرة تانية وهذا الحكي الوحيد واللي ما في غيره أنا أنتمي فقط لله ولجلالة الملك وبنتمي للأردن وفلسطين معا وأي شخص بيحرر أرضه أنا بحترمه فقط لا غير ما عندك انتماء كنت في أعلام في صور طلالك لا يوجد عندي أي انتماء لأي تنظيم أو فصيل أنا فقط أنتمي لله وللملك وللأردن برجع بجاوبك على هاي الصورة انتماء الوحيد لله وللملك لجلالة الملك واضح وللأردن وفلسطين معا شكرا بيطي وجهنا يا شخص ما إلك ما إلك علاقة ولا ارتباط تنظيميا بحكي في أحزاب في قوة أكيد لا أنا إنساني بسيطة وما عندي أي تنظيمات وأنا فقط أنتمي لجلالة الملك وللأردن وفلسطين معا وأي إنسان بحرر أرضه أنا بحترمه كتير فقط عبد الرحمن شو أنتماءك السياسي لأن شايفك سرحان آه لأنا ناقشنا برضو لو كنت ناقشنا قبل ما نيجي في هذا الموضوع يعني أيش أنتماءك السياسي ها هنا هنا نقطة نقطة مهمة هاي ممكن أشير لها في أدل زوايا اسمح لي أخوي محمد إنه أشير للموضوع اللي كان يزعجني في سجون الاحتلال وأدخل إلى هذا الموضوع لكن الموضوع العنصري اللي داخل سجون الاحتلال يتعاملوا في عنصرية بغيظة ضد العربي كان موقف أنا ما بنساه كان فيه سجانين اثنين سجانة كان بشرة السوداء يعني بشرتها سوداء وكان فيه واحد من أصول ظاهر أوروبية سجان متقن للإنجليزية وكذا كان بعملها بفضابة وهو سجان مع سجان أنا ضايقت جدا هم اثنين سجانين يا أخي كان كثير سيء كان كثير موقف يعني ضايقني معنو اثنين ساجديني فالانتماءات موضوع يعني موضوع يعني غريب جدا هو الأصل فيه الإنسانية أي بشر الأصل فيه الإنسانية وهذا أنا جدا يحركني يعني وعملي مع المنظمات الإنسانية وخدمتي لكل الجنسيات أنا اشتغلت يعني خدمت جنسيات عديدة جدا وتعلق الوجدان الفطري في الوطن هذا شيء يعني يملكه كل البشر ولا يملك حد نزعب يعني أنا الصراحة قديش بحكيها لقرايبنا بنزل على نابلس بحب أكل الكنافة هناك بس والله قاعدة وسط البلد على دخلة حبيبة هاي أنا لن نربيت هون خلص هذا هو الانتماء فسيدي اللي بقوله هل لك انتماء سياسي عبد الرحمن ما لش عند أرجع السؤالي الانتماء السياسي كحزبي وكذا لا أول مرة في حياتي ما كان عندي انتماء حزبي هو مش عب بالمناسبة لأن بلدنا لا المهمة هاي يعني أنا لازم أقولها لأنه في كلام في أحزاب محترمة عندنا برد غير أحزاب محترمة عندنا البلد هنا مفتوحة تماما سياسيا فيها حرية جميلة جدا يعني العفو العفو كل الحرية اللي احنا منشوفها كل الطوائف موجودة كل الحزاب موجودة أنا يعني إذا بده تقول لي مثلا إيش فيه شفت مثلا نوع من القمع هنا في البلد والحريات يعني آطيني دليل واضح حضر حضر مع اللقش على موضوع اللي أنا بدي أسمع تعقيبك هذا الموضوع اليوم فيه فيه وجوم صراحة تنتمي لحزب الله أنا كنت يعني 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 بيأجترها معهم حق طبعا كل واحد بيكتب رأي يعني تحترم يعني لابس أصفر يعني ليش لبست أصفر ذاك اليوم أنا عن اليوم تعمتني أسأل السؤال يا بطلي لأنه هي بطلي بقولوا يا بطلي ليش لابس أصفر ولكنت أختها كانت جاعدة كانت لها أنا جبتها من إيطاريا وقلت لها بالله عليك ما هو أي دلالي على أي حزب خارجي أو إيش كانت لها والله يعني فبعفوية فيعني لباسها لباس أنه تاب على أي حزب آخر والله يا أخوان أنا في ظلم لأنني أنا حسيت الصدق فيها وفي أهلها يعني كنت قاعد أنا وإمها وأبوها وأختها وأخوها يا أخوان هبها ليست تاب موالي للأردن وفلسطين ولله وللجلالة المالية لا عندها ولا آخر وحكتوا هادية قدام الحمد لله على سلامتهم شكرا لجهود وجهود وزارة الخارجية لا يشيء ولا جهود الإعلام الأردني برضو يا عمي نشكر جهود الإعلام الأردني اللي رفع عراصها وكان ناقل الصورة الحقيقية هذا واجبنا وهذا واجبنا ونحن نقوم بهداية أمدي أشكركم كل الشكر الله أزكي يا باع عبد الرحمة الحمد للعلى وسلامتكم وسلامتكم في أرضكم بين أحلكم عقبال للباقي يا رب إن شاء الله إن شاء الله نفرح يعني يجي اليوم اللي نشوفها طاولتها 21 21 إن شاء الله إن شاء الله أردني الآن موجودين مثل ما إحنا موجودين وانهم داخل إن شاء الله إن شاء الله اشتركوا في القناة